رزق اللي هو مفيش بعد كده رضى الله ان ربنا سبحانه وتعالى يوضع عنك طبعا بعد ما اتفاجأت زي زي ناس كتير جدا 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 يعني بحالة الكابتن قشرف قسم نجم مصة ونجم نادي الزمالك واحد من اللعيبة المحترمة اللي ما عملش مشاكل اللي مفيش لغط عليه اللي مفيش شد وجذب عليه من كل الجمهورة الحقيقة يعني من جمهور الاهلي ومن جمهور الزمالك ومن جمهورة كل جمهور مصر حب اشرف قسم ملوش مواقف عدائية مع حد بعد طبعا ما كلنا زميله اتفاجئنا بالحالة الصحية لي الواحد وقف قدام قدام الحالة دية كتير للي ما يعرفش يعني هو الكابتن اشرف قسم عنده التهاب في التهاب مزمن في الاعصاب يعني نتيجة ان عنده اجسام مضادة سببت له الالتهاب المزمن في الاعصاب عنده قطع في الصليبي الاتنين اليمين والشمال محتاج يغير مفصلين عنده صعوبة في الحركة ينهر ابيض ينهر ابيض كل ده اه بالاسف الشديد كل ده اه راجل طلع اه مبارح راجل طلع اه مبارح قال اه في يعني في مداخلة في بينامج كرة كل يوم الحالة الصحية بتاعته يمكن احنا ما كناش نعرف الحالة الصحية الا من بعد ما اه كتبها اه او اتكتبت على اه مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاخر كده قال جملة قال الناس بتشوف اللي على الشاشة بس انما ما يعرفوش البلاوي اللي انا عايش فيها او المقاسي اللي انا موجود اه فيها بصراحة اول ما قال الجملة ده تفتقات على طول الحديث اللي انا قلته لحضراتكم انت بتشوف على الشاشة او احنا بنشوف على الشاشة نجوم ساطعة براقة انما برا الشاشة ما تعرفش النجم دوت عنده ايه ما تعرفش الكمية الابتلاءات الموجودة اللي عنده ايه وعلى فكرة الابتلاءات عند الناس كلها يعني مش عند النجوم بس لا عند النجوم وعند الناس الاغنية والفقرة كل فيش واحد فينا ما عندوش الابتلاء بتاعه بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي كل واحد فينا الابتلاء اللي بيقدر يشيله يعني بيبتلي ده بالمرض عشان هو عارف انه هيقدر يشيل الابتلاء ده بيبتلي ده في الولد بيبتلي ده في الزوجة بيبتلي ده في المال بيبتلي ده وان شاء الله بإذن الله يعني انه احتسب كل الابتلاءات خير الا الا اللي بتلاق في الدين دي المصيبة بقى دي الكارسة دي المصيبة ودي الكارسة انه يبقى فيه ابتلاء في الدين انه انت تبقى مبتلى في دينك عقدتك مش مظبوطة صلاتك مش مظبوطة زكاتك مش مظبوطة علاقتك مع الله مش مظبوطة دينك مش مظبوط دي بقى مصيبة المصايب اذا كان تمام النعمة او تمام الرزق هو رضا ربنا سبحانه وتعالى فده كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يشطرها ايه يشطرها معنا طبعا انتو مش محتاجين ان انا اقول لكم تدعو لكابتن اشرف قاسم وتدعو المؤمن زكريا وتدعو لكل المرضى ومرضاكم ومرضى المسلمين ومرضى كل الناس كابتن اشرف قاسم قال يا جماعة في وسط المداخلة يعني كلمة انا واحد من الناس اقدر اتكلم فيها بشكل كويس لاني عشرته كتير قوي يعني لعبت مع كابتن اشرف قاسم كتير من اكتر الناس اللي انا لعبت معهم اشرف قاسم كنا مسمين وهو بيلعب البرنس هو برنس ومازال بالمناسبة يعني برنس في كل حاجة برنس في شيكته برنس في تعاملاته برنس في اخلاقه برنس في حتى في صرفه يعني 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 كان كريم كان كريم مع عمل الخلع الملابس كان كريم مع الفقر يعني كان كريم فالنوعد لزايدة عمره ابدا ما يتاجر بمرضه وهو دوت اللي قالهم بارح قال لي انا ما كنتش عاوز الحالة بتاعته تطلع للإعلام علشان الناس ما تفتكرش الناس ما تفتكرش ان هو ممكن يكون بيتاجر بمرضه اشرف قاسم كابتن اشرف قاسم اخر واحد في الدنيا ممكن يتاجر باي حاجة مش مش بمرضه بس لان اللي اللي ما تربي على شبع بيفضل طول عمر شبعان حتى لو في جيبه ما فيهوش جنيه فما بالك بقى ان ده واحد يتربى على شبع لدرجة انه برينس ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يعفو عنه وان شاء الله باذن الله ربنا يجعلها في ميزان حسناته وهذا ابتلاق كبير واكيد الدين عند اشرف قاسم كبير لان كل واحد فينا بيبتلى على قدر دينه فلما يكون حجم الابتلاق كبير اعرف على طول ان انت دينك كبير او كتير واعرف على طول ان انت عزيز عند الله فكابتن اشرف قاسم باذن الله يعني احتسبه انه ذو دين كبير واحتسبه انه عزيز عند الله ونسأل الله سبحانه وتعالى ليه العفو والعافية اللي هي اعلى درجات اشتركوا في القناة